اشتركوا في القناة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولاه ايها الاخوة الكرام نهاردة هنتكلم عن موضوع جميل جدا قضية الشفاء في الحقيقة من خلال رؤية اراه زي ما واضح امام حضرتكم كده بعض الرؤية بتدل على الشفاء اول رؤية معانا وهي رؤية شخص مجهول يقرأ القرآن الكريم جماعة القرآن الكريم فيه شفاء فيه هدى فيه تحييق اماني فيه صلاح حال فيه كل شيء فيه ايات كده مصرحة بكلمة شفاء وهدى ورحمة للمؤمنين فقضية قراءة القرآن الكريم ارى شخص مجهول يقرأ القرآن الكريم هدى رؤية تدل على الشفاء باذن الله تبارك وتعال تدل على صلاح الحال اكل العتس في المنام اكل الفول في المنام للشخص المريض شفاء باذن الله تبارك وتعال التجهيز للعمرة والسفر للعمرة رؤية تدل على الشفاء باذن الله تبارك وتعال النجاة من بحر هائج او امواج عالية للمريض شفاء باذن الله تبارك وتعال المكسرات ليه المسليات الجوز واللوز وعين الجمل والكلام ده كل ده شيء جميل جدا بالنسبة للمريض حينما يراه في المنام فهذه الرؤية تبشره بالشفاء باذن الله طبعا فيه رؤى مشهورة تدل على الشفاء زي الحبة السوداء حبة البركة طبعا دفاع حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم نهي بتشفي من جميع الامراض الا السام اللي هو الموت يعني فالحبة السوداء تدل على الشفاء الزيت الزيتون تدل على الشفاء من الرؤى الجيدة جدا التي تدل على الشفاء قضية قص الشعر بطريقة جميلة حاسك ان انا قصيت شعري بشكل جميل كده وانا شايف نفسي في المنام شخص المريض لو شاف الرؤية دي هذه الرؤية تدل على الشفاء باذن الله تبارك وتعالى من الرؤى الجيدة جدا رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام لشخص المريض فهذه الرؤية تبشره بالشفاء ان شاء الله تبارك وتعالى في القريب العاجل باذن الله تبارك وتعالى من الاشياء الجميلة جدا في قضية الشفاء للمريض قضية الأذكار والتكبير والاستغفار كل الكلام ده بيدل على الشفاء بإذن الله تبارك وتعالى آخر رؤية معنا وهي مشهورة رؤية الشرب من ماء زمزم هذه رؤية محمودة تبشر الشخص المريض بالشفاء إن شاء الله تبارك وتعالى في القريب العاجل تظهرنا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته